لم تكتفي ميليشيا الحوثي الإرهابية بتدمير حاضر اليمن وتلغيم مستقبله فقط بل تحاول أيضا تشويها تراثه المرتبط بماضيه العريق الذي يفاخر به اليمنيون كحضارة جذورها ضاربة في أعماق التاريخ العديد من الأثار والمعالم التاريخية في اليمن تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل الجماعات الإرهابية التي لا تدرك المعنى الحقيقي لهذه المعالم حيث أقدمت على عمليات اعتداءات وتدمير ممنهج للمباني الأثرية والسياحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الحديدة في خطوة تتشابه مع ما أقدم عليه تنظيم داعش الإرهابي حينما كان يسيطر على الموصل في العراق الدكتور محمد العروسي الأكاديمي في الجامعة صنعه بقسم الآثار الذي شهد ووثق استمرار أعمال الهدم وتدمير قصر السخنة التاريخي من قبل مستثمر كما أفاد أولئك الأشخاص الذين يقومون بعملية الهدم وحينما حاول معرفة الجهة المصرحة لهم بالهدم منع من التصوير والتواجد بجوار القصر الذي يقع بجوار حمامات السخنة الطبيعية ويعتبر القصر من المعالم التاريخية القديمة في مدينة السخنة حيث تم تجديده سنة 1375 هجرية ويعد من المعالم السياحية التي تشكل أحد عناصر جذب السياحة العلاجية الهمة في اليمن بشكل عام وفي محافظة الحديدة على وجه الخصوص ويرى مراقب أنه كان من الأحرى ترميم هذا المعلم التاريخي بأسلوب علمي بدلا من هدمه وتدميره وطمسه مكتب الثقافة بالحديدة أدان أعمال الهدم والتدمير تلك التي نفذتها عناصر حوثية عقال مدير مكتب الثقافة في المحافظة سعيد سليكا إنما تقوم به الميليشيا يعد امتدادا للمخاطط التدمير لتلك المشات كما فعلت بالقلاع التاريخية في مناطق مختلفة من محافظة حجة واتهامة كالزيدية والزهرة وزبيد وبيت الفقه التي حولتها الميليشيا الكهنوتية إلى سجون ومعتقلات وثكنات عسكرية